هذا نداء القلب من زين العباد يهديك للتقوى ومنهاج الرشاد خذ منه برهانا وعلما زاكيان تحيا به حرا إلى يوم المعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صلي على محمد ورعالي سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين منهج الإمام زين العابدين عليه السلام في مواجهة الظروف السياسية والاجتماعية التي عاصرها يقوم على محاور عديدة منها فضح الظالمين والخطط التي كانوا يرسمونها لإستعباد الناس ومنها تربية الجيل الواعي ومنها تدبير أمور المجتمع وهذه تقدم الكلام فيها هناك ركن آخر قامت سياسة الإمام وسيرة الإمام على التعامل معه هو السعة والانتشار باعتبار أن بعد واقعة عاشراء الناس كانوا بين خائف ساكت يريد أن ينجو بنفسه وبين من أغرته السلطة واشترت ذمته الموالون الحقيقيون قلوا في المجتمع بل يستفاد من بعض الروايات أن الشيعة الذين اكتمل التشيع فيهم وكانوا على درجة عالية من التشيع يعدون بالأصابع في بعض الروايات تقولهم ثلاثة فقط يحيى بن أم الطويل وأبو خالد الكابلي وجبير بن مطعم فقط هذول الثلاثة بعد عاشراء فقط هذول الثلاثة كانوا شيعة تشيعهم كامل لسه أقول شنو المقصود به بعض الروايات لسه طبعا في جبير بن مطعم أكو خلاف بين الرجاليين أن هذا هو جبير بن مطعم أم حكيم بن مطعم أم محمد بن جبير ابن مطعم لأن جبير ابن مطعم كان من الصحابة وهذه قضية في علم الرجال تحقق الآن إحنا لسنا بصددها في بعض الروايات أضيفة لهم اثنين بعد سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير صاروا خمسة في بعض الروايات أضيفة جابر ابن عبدالله الأنصاري صاروا ستة الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول بعد ذلك الناس كثروا في التشيع لعل المقصود بهم أن هؤلاء كانوا معروفين بتشيعهم عند الناس لا يزاولون التقية الناس كانوا يعرفونهم هم كانوا يظهرون ولايتهم لآل محمد عليه السلام أنتوا تخيلوا الأجواء السياسية والاجتماعية بعد واقعة عشراء أجواء رهيبة مرعبة منه كان يقدر يظهر نفسه أنه شيئي وموالد أهل البيت فلعل المقصود أن الذين ذكرتهم الروايات أنهم من الشيعة كانوا معروفين أعلام مشهورين في تشيعهم لا يزاولون التقية والناس هم تعرفهم بهذا لاحظوا مثلا في بعض الروايات هكذا ورد رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول ارتد الناس بعد قدل الحسين إلا ثلاثة أبو خالد الكابلي ويحيا ابن أم الطويل وجبير ابن مطعم ثم أن الناس لحقوا وكثروا بعد ذلك إذن القوة والفتوة هي شوق تظهر في وقت الشدة في وقت الشدة حينما يحمل وطيس ويكثر الإبتلاء هنا يبين فهذول الرجال كانوا يظهرون تشيعهم وولايتهم لأهل البيت ويظهرون البراء من أعدائه مو فقط يظهرون الولاية يظهرون البراء علنا أمام الناس من أعدائهم لاحظوا مثلا في الكافي يروي عن اليمن بن عبيد الله في سيرة يحيى بن أم الطويل حتى نعرف ذول ليش الإمام الصادق استثناهم من عموم الناس شوفوا موقف شنو الذين يخفون التشيع ويخفون الولاية كثر في كل زمان كثر الموالون الذين يزاولون التقية ويخفون الإيمان في كل الأزمنة موجودة يتظاهرون بالتشيع وبالولاية ويتحدون الموت وما ينزل بهم من عذاب السلطان هذولهم القلة هذا يحيى ابن أم الطويل واحد من الذين استثناهم الإمام وقف بالكناسة في كناسة الكوفة يعني الساحة المركزية في الكوفة محل الاجتماعات ثم نادى بأعلى صوته وأنه بخفاء معشر أولياء الله إن براء مما تسمعون الفاتة عجيبة لعموم الناس شنو هذا إحنا براء مما تسمعون شنو اللي رح يسمعون الناس من سب علي فعليه لعنة الله هذا شو وقت تقول اللي سياسة الدولة قائمة على سب علي لاحظوا القضية سياسة الدولة ومنهج الدولة أئمة الدولة منابر الدولة إعلام الدولة كان قائم على سب علي بحسب المنهج اللي سواه معاوية إشوكة الرفع منهج في زمان سلطة عمر ابن عبد العزيز يعني في وسط اللي جو العام كل متكهرب في سب علي عليه السلام هذا وقف في وسط الكناسة يقول نحن بريئون ممن يسب علي وعليه لعنة الله ونحن براء من آل مروان يعني الحاكم اللي جاء يحكم هم إحنا براء منه ومما يعبدون من دون الله إذن يوجه إلى السلطة الحاكمة بأنها مشركة لا تعبد الله وأن سياستها في سب علي ملعون والذي يسب علي من ملعون ونحن براء من آل مروان ومما يعبدون من دون الله ثم يخفظ صوته لأن هذه القضية ترتبط بالخواص بالخواص يخفظ صوت فيقول من سب أولياء الله فلا تقاعدوه فاعتزلوهم لذول اللي يسبون أمير ومن شك في ما نحن فيه على هذا المنهج اللي عنده شك فلا تفاتحوه هاي كلمة سرية يعني كان أكو منهج في داخل المجتمع يدعو إلى الولاية لأهل البيت عليهم السلام والبراءة من السلطة الحاكمة ومن منهجها فللخواص يخفظ صوته للعوام يعلن صوته عشتم كثير منكم في زمان الطاغية هذا اللي راح منه كان يقدر يتكلم فإذا يجي واحد في وسط المدينة في وسط البلد يعلن البراءة منه والله ما قد تحدي هذا موجود حتى نعرف أن الإمام الصادق حينما استثناء هذول الثلاثة من الارتداد ليش استثناءهم هاي المواقف هاي تحديات الكبيرة اللي كانوا يسموه يسموه وكان هذا يحيى ابن أم الطويل يدخل مسجد النبي صلى الله عليه هذا الموقف الأول في الكوفة هذا الموقف الثاني في المدينة يدخل مسجد النبي ويقول كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة البغضة رجل علني يخالف السلطة الحاكمة ويفضحها ويكشف ثقافتها الشركية ويتبرأ منها هاي الرواية الأخيرة في الاختصاص اللي يريد يرجع إذن المجتمع في زمان الإمام صلوات الله عليه اللي عاصره الإمام الكثير منهم كانوا من المخالفين بعضهم نواصب بعضهم أتباع سلطة بعضهم كانوا على ثرق ظل من هنا وهناك وبعض منهم كانوا تقية ساكتين خلصين نفسهم من الأزمات وفي مثله جي ظرف شلون يتعامل الإمام صلوات الله عليه المذهب وأتباع المذهب قلة جدا قلة يعدون بالأصابع كيف يتعامل حجة الله حتى يوسع من دائرة المذهب الحق هنا المنهج الرابع السياسة الرابعة اللي الإمام سواها اشتغل على العبيد والموالي في ذاك الوقت حكومة بني أمي كانت تعتمد كثيرا على العبيد والموالي يسوون حروب من هنا وهناك ويروحون يجيبون عبيد وجواري وذول الأمراء والمسؤولون في الدولة يتقربون إلى كبار مسؤولي الدولة يهدوهم كل واحد هذا ميت جارية هذا ميت عاب كثرة عدد العبيد في المجتمع سياسة السلطة كانت قائمة على أساس التفريق بين الناس فالليلة تحدثنا عن هذا أن الدولة الأموية كان عدا تعصب جاهلي تميز العرب على غيرهم ثم تميز قريش على العرب فإذا يكون شخص جاي بي أسير أو عبد من بلد آخر ليس بعربي كان ينتقص من قبل الدولة لا يأخذ حقوق وليس له مزايا السياسة القائمة على هذا مجتمع فيه الكثير من الاضطهاد والقمع في داخله فالإمام صلوات الله عليه أخذ يعمل على هؤلاء باعتبار أن عيون الدولة وفكر الدولة هم ما يوصل إلى فكر الإمام إذا كان الإمام يعمل على الناس الأحرار كانوا يصيرون عندهم تحسس من حركة الإمام أما أن يشتري العبيد يخليهم في داره ثم يعمل عليهم لمدة سنة كاملة يخليهم في بيته بعدين في كل شهر رمضان في العيد كان يعتقهم ويحررهم عددهم البعض يقول في كل سنة مية والبعض يقول أكثر شوفوا بيت الإمام إشقد كان والقدرة على إدارة هؤلاء إشقد كانت كبيرة فذول يحتاجون إطعام يحتاجون شراب يحتاجون إكساء يحتاجون تدبير فحول بيته إلى مدرسة لتربية العبيد والموالي في كل سنة هم يعتقهم ذول هم ناس مو من البلاد العربية مو من العرب جايين من عشائر ومن بلدان مختلفة وعدهم ارتباطات فإذا اعتقهم رجعوا بعضهم إلى أماكنهم هناك نشرت تشير خطة جدا ذكية السلطة همه مصير حساسة تجاه هذا لأنه تصور أنه عبيد وجواري لاحظوا مثلا في هذه الرواية ذول العبيد حينما كانوا يشوفون الإمام صلوات الله عليه ويشوفون منهج وأسلوب في التعامل معهم كانوا يوالونه ويتبعونه في المنهج لا يخالفونه مثلا في كشف الغمة يقول كان السجاد عليه السلام يوما خارجا يعني خارج من الدار في الأزقة فلقيه رجل فسبه إن هذه كانت سياسة الدولة قائمة على سب أمير المؤمنين وأهل البيت هذا مهم فدواحد مخدوع مضلل سادج متأثر بالإعلام شاف الإمام سب شوفوا الضيق الاجتماعي اللي ذاك الزمان كانوا أهل بيتعيشوه يعني يطلع بالشارع ما يخلص من الإهانة ومن الانتقاص عايهم الرواية يقول بدون سب مجرد شاف الإمام يمشي في الشارع يجو وقف سب فثارت إليه العبيد والموالي ثارت على هذا الساب العبيد والموالي العبيد شنو معروف الشخص الذي يؤسر في الحرب ويغتنم يصير عبد هذا إلى تفصيله وإلى أحكامه طبعا كثير من هذول اللي كان ويجيبوهم كانت غير شرعية هاي الطريق اللي كانوا يجيبون بهالعبيد كثير منها كانت باطلة بس حكم القوي المولى إذا وضع في مقابل العبد هاي مسألة لا بس سرعتكم التفات إلها إذا يقول عبيد بس ويقول موالي اثنيناتهم اندمجوا في عبارة العبيد غير الموالي يصير وإن كان المولى في نفسه يطلق على العبد أيضا بس إذا قالوا عبيد موالي الموالي منه العبيد هذا اللي يحس بالفعل مملوك يملكه صاحبه الموالي اللي كان عبدا واعتق يسموه مولى بعد ما يسموه عبدا كان عبدا ثم اعتقه مولى يسموه مولى ويطلق أيضا على المساعد الذي يقوم مقام الشخص ويطلق أيضا على ولي الطاعة يعني الأتباع بهذا الزمان يسموهم أتباع فالعبيد الذين يملكهم الإمام هو الموالي الذين يوالونه ويتبعونه ذول فئة ينثار على هذا الرجل اللي سب الإمام فقال لهم الإمام عليه السلام مهلا ثم أقبل على ذلك الرجل الساب فقال له ما ستر عليك من أمرنا أكثر عرف أن الإمام بعلم الإمام أن هذا رجل ساذج مضللي خادعي وربما يكون مدفوع حتى وين يشوف الإمام يوقف في زبه فهو شاف الإمام في شارع ويمشي معه عبيد موالي ربما أخذه المظهر فلذلك قال له ما ستر عنك من أمرنا أكثر يعني هو ما يعرف شنو حكمة الإمام من جمع هذول العبيد وذول الموالي هو جاهل ألك حاجة نعينك عليها عندك فرد حاجة يعني عادة هذول اللي يوقفون يسبون لو ضايق بالأمور طلع أخلاق لو هو من الناس اللي يشتريهم الحاكم يشتريهم والسلطان بالفلوس يسخر لهذه الأشياء إذن هو على كل تقدير صاحب حاجة فلذلك الإمام قال ألك حاجة نعينك عليها فاستحي الرجل هذا اللي يقول هو كان ساذج مخدوع فاستحي الرجل الإمام صلوات الله عليه كان عنده خميصة الخميصة فالثوب أسود يكون مربع يخلوه على بدنهم شال الإمام صلوات الله عليه هذه الخميصة ألقاها عليه وأمر له بألف درهم طاعم ألف درهم فكان ذلك الرجل بعد ذلك وين ما يشوف الإمام يقول أشهد أنك من أولاد الرسل غيره في هذا الموقع لعل السر في هم سب هذا الرجل واحد من نقلت هو الاندفاع والتأثر وربما بعضه من الحسد يعني نشوف الإمام بشخصيته وجلالته الإلهية وحول العبيد والخدم وكذا يأخذ الحسد بعض أصحاب الحسد لا يستطيع الحسد لا يجعل يسكت الحسد فالمرض فتاك في بني آدم إذا حسد لا يستطيع يسكت لا يجعل ينتقص فوقف سب هذا ربما يكون من هذا الباطل في كتاب المناقب لاحظوا كيف الإمام صلى الله عليه كان يجمع في داره القد عبيد وجواري كيف كان يتعامل إياه في كتاب المناقب روى أنه كان يدعو الإمام خدمه من الجواري يعني من النساء في كل شهر كل شهر ويقول إني قد كبرت ولا أقدر على النساء فمن أراد من كن التزويج زوجتها أو البيع بعتها أو الأتق أعتقتها مالك يخير مملوك في المصير الذي يطلبه ويختاره فإذا قالت إحداهن لا ما قبلت قال اللهم شهد حتى يقولها ثلاثا اللهم شهد يعني هذا يبين على أنه كان هذه وظيفة من قبل المال اكتجاه المملوك في حسن المعاملة وصحيح مملوك يسمو مملوك بس يعيش عند الإمام وعند أتباع الإمام اللي راعون الموازين الشرعية عنده من المصالح ومن الاحترام ومن التقدير ما لا يقل عن الأحرار وفي الحقيقة حر بس اسمه مملوك فإذا قالت إحداهن لا قال اللهم اشهد وإن سكتت واحد منهن قال لنسائه سلوها ما تريد ما تريد من ذن الثلاثة نعتق نعتق نزوج نزوج نبيع نبيع فما تطلبه يعمل به يعني الإمام يخلي المملوك ما له الذي يختار عليه النتيجة وبهذا يعطي الإمام درس عظيم حقيقة في أن الملوكية الحقيقية لا تقوم على الاستعباد ولا على الرقية ولا على الأوامر والنواهي انت رب عبدك هو ويطيعك فيما تر هذا حتى في تعامل الآباء مع الأبناء أكو مشكلة عقد بعض الآباء في تعاملهم مع أبنائهم لأن يتصور بأن التعامل مع الولد يقوم على الأوامر والنواهي هذا اشتباه الإبن إذا كبر وصار عنده مكانته إلى فكرة بعد سوي ولا تسوي ما يفيد ويات التعامل الروايات تقول صادقه خليه صديقك استشره اسمعها منه مو بس تفرض عليه اسمع أيضا من عنده خصوصا هذا التفاوت بين الأجيال الجيل القديم والجيل الجديد كل جيل إلى مفاهيم وإلى ثقافته وإلى أسلوبه لازم الآباء يعرفون شنو المداخل للتعامل مع الأبناء ولا يصير الشرخ كبير بين للآباء والأبناء شقد أكو معاناة للآباء من أبنائهم وشقد أكو معاناة من الأبناء من أبنائهم بسبب هذا لاعظون الإمام صلوات الله عليه في التعامل حتى مع العبيد يأخذ برأيهم يستشيرهم هذا مو نقص هذا كمال أن تستشير وتأخذ برأيه وإذا كان رأيه سديد فبها أنت حصلت فائدة السداد وإذا كان رأيه خطأ توجهه أما سوي وإسكت اقطع لسانك لا تتكلم هذا بعد من أساليب التربية الفاشلة هذا هذا مو صحيح لا ينتهي إلى نتيجة صحيحة الملفت أن الرواية تقول في كل شهر هكذا كان يفعل الإمام في كل شهر هذا يدلل على أن القضية كانت كثيرة يعني الجوار اللي في بيت الإمام مو وحدة واثنين وثلاثة وعشر وعشرين لحيذ يسوي تناوب عليهم ومو في كل شهر يجمعهم مرة ثانية ويكرر عليهم الكلام وإنما وإنما في كل شهر يجيب جماعة منهم يعرض عليهم هذا ولعله بعد أن اطمأن من تربيتهم يعرض عليهم هذا وفي التعامل مع العبيد عند فرد أسلوب فريد في نوعه أنا حقيقة ما وجدت عند غير الإمام ربما موجود عند باقي الإمام أنا ما عثرت على رواية فيها لا أنفي لكن أنا ما عثرت ورد في الأخبار أنه كان يجمعهم العبيد كل من ما عنده من عبيد ومن جواري في كل رأس سنة يجمعهم وهناك أسلوب للتعامل معهم رواية يرويها السيد بن طاووس في كتاب الإقبال الذي يريد يرجع إليها قال كان علي بن الحسين إذا دخل شهر رمضان لا يضرب عبدا ولا أمتا السهناء لا يضرب هذا فيه احتماليا الاحتمال الأول أنه لا يضرب عبدا ولا أمان لا يعني أنه كان يضرب بالفعل وإنما يراد به المعنى المجازي أنه لا يؤدب أحدا منهما هذا الاحتمال واحد الاحتمال الثاني أنه كان يضرب هم ضرب التأذيب لأنه ذول عبيد وجواري يجايبهم من مجتمعات مختلفة أفكارهم مختلفة اعتقاداتهم مختلفة أخلاقهم مختلفة حتى يؤدهم يحتاج في بعض الأحيان تأذيب تربية بدون تأذيب خب ما يصير لازم أكو تأذيب هذا ما يقوله ابن طاو سم هكذا إذا دخل شهر رمضان لا يضرب عبدا ولا أمه وكان إذا أذنب العبد أو الأمه يكتب عنده عند فرد سجيل أذنب فلان أو أذنب فلانة يكتب عليه يحصي عليهم ما يعملون من ذنوب ويقيد حتى اليوم لهذا هناك تعليم للناس ومن يشتغل في الإدارة وفي التدبير وكل شي يقيد لأن الإنسان ينسى ولم يعاقبه فيجتمع عليه في هذا السجل الكثير من العبيد ومن الجوارد كانوا مذنبين مسجلهم الإمام حتى إذا كان آخر الليلة من شهر رمضان آخر الليلة من شهر رمضان لاحظوا هنا فأسلوب عجيب يتبع الإمام إذا صارت آخر ليلة من شهر رمضان دعاهم وجمعهم حوله يصير في الوسط ثم أظهر الكتاب هذا الذي يسجل عليهم أعمالهم ثم قال يا فلان من عبد الفلان فعلت كذا وكذا في فلان يوم هذا تاريخ ولم أؤدبك أتذكر ذلك بحضور الكل فيقول بلى يا ابن رسول الله يقدمهم واحد واحد حتى يأتي على آخرهم ويأخذ منهم الإقرار جميعا أنه أنا لم أدون على أكثر شيء إلا أنت الفعل ثم يقوم وسطهم وسط كل هذا التجمع ويقول لهم ارفعوا أصواتكم وقولوا يا علي بن الحسين إن إن ربك قد أحصى عليك كل ما عملته كما أحصيت علينا كل ما عملناه قالوا قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة للأرص فاذكر يا علي بن الحسين ذل مقامك بين يدي ربك الحكم العدل نذكر هذا أسلوب يغني عن الكثير من الكتب عن الكثير من المحاضرات عن الكثير من البرامج هذا الذي لا يظلم مثقال حبة من خردل ويأتي بها يوم القيامة وكفى بالله حسيبا شهيدا فاعفو واصفح يعفو عنك المليك ويصفح فإنه يقول وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم العفو والصفح هذا علم ينبه نفسه بواسطة عبيده حتى ينبههم هما إلى هذه الحقيقة وينبه الناس اللي تسمع بمثل هذه الرواية هذه الحقيقة ويسمع الأب اللي عنده أولاد شون يتعامل ويا أولاد ويسمع صاحب المعمل اللي عنده عمال شون يتعامل وياهم ويسمع الأستاذ الجامعي مع تلامتها ويسمع الرئيس مع المرؤوسين والوزير مع وزارته وإلى آخر الانسان الانسان يصير عند قدرة ينسى بعد قدرة الله عز وجل ثم يلقنهم الإمام صلوات الله عليه وهم ينادون معه بصوت عالي ينادون يلقنهم وهم ينادون وهو واقف بينهم يبكي وينوح ويقول ربي إنك أمرتنا أن نعفو عمن ظلمنا فقد ظلمنا أنفسنا ثم يقبل عليهم على ذول العبيد والجواري ويقول قد عفوت عنكم فهل عفوتم عني ومما كان مني إليكم من سوء ملكه يعني مالك ربما أسأت التصرف فإني مليك فإني مليك سوء لئيم ظالم مملوك لمليك كريم جواد عادل أنا هم مملوك مبس شعور هذا لا يصف فيقولون فيقولون قد عفونا عنك يا سيدنا وما أسأته فيقولون لهم قولوا أيضا بصوت عالي قولوا اللهم آمين يا رب العالمين اذهبوا فقد عفوت عنكم وأعتقت رقابكم رجاء للعفو عني حررهم يعني سوينهم العيد عيديا لم يحررهم في ليلة عيد شهر رمضان فإذا كان يوم الفطر بالليل يعتقهم في يوم العيد شي سوي ما يهدهم هشكل مسيبين هذا حجة إلهية كبرى أجازهم بجوائز يوم العيد ينطيهم جوائز تصونهم وتغنيهم عما في عيد الناس يعني ايش قد يعطيهم يعني يتكفل بمؤونتهم بعد أتقهم لحيث ما يحتاجون إلى أحد من الناس وما من سنة إلا وكان يعتق فيها آخر ليلة من شهر رمضان ما بين العشرين رأسا أو أقل أو أكثر بس في بعض الموارد أكون مئة أي أنا موارد هذا في الإقبال سيد بن طاوس يقول إذن نحن نلاحظ بأن هذا الأسلوب الذي الإمام يتبعه في آخر ليلة وقبل التحرير يتعامل مع العبيد بشكل بحيث هذا يخلد عندهم ذاكرة لا ينسونها بعد ذلك أبدا هذا الموقف بعدين شي صير كل من يروح اللي يبقى عنده واللي يروح إلى أهله واللي يروح إلى مدينته خب يروح هناك عن من يتحدث عن أي فكر يقول عن أي أسلوب وسياسة يتحدث يتحدث عن الإمام زين العابدين وبهذا ينتشر المذهب بين الناس جهد كبير جدا وخطة ذكية جدا السلطة لا تستطيع تكتشفها في البداية عالة السلاطين هذا أسلوب الأسلوب الأخير باعتبار هذه الليلة نريد نختم بها سلسلة المحاضرات هذه على نحو السرعة نتكلم في الأسلوب الخامس استدامة المنهج والمسيرة والإمام كان يفكر بأن هذه المسيرة التي ابتدأها لازم تستديم وتستمر على ماذا تقوم تقوم على تكثير الأولاد إذا هو جيل بكاملة يشتغل على تربيته عبيد إماء ربي به بالأولاهم أولاد يكثرهم ليكونوا قادة وزعماء في المجتمع الروايات تقول الإمام صلوات الله عليه له من الأولاد خمسة عشر ولداً من الذكور والإناث الذكور جئت إهدعش ولد هم هم تفرقوا بين عالم كبير نحرير أو عابد من العباد الكبار أو قائد من القواد الكبار أو حاكم وسلطان أولاد الإمام أعلاهم رتبة هو أبو جعفر الباقر عليه السلام اللي هو يقوم عليه عمود الإمامة ومعارف الإمامة وفقه الإمام أكبر أولاده وأفضل أولاده هو الإمام الباقر صلوات الله ومنهم الحسن المعروف بالناصر الكبير لقب بالناصر الكبير لقب بهذا لأنه نصر الحق وأسلم على يديه خلق كثير من الناس ملك بلاد الديلم وصار حاكما فيها ثلاث سنوات عند أيضا بعض المؤلفات مؤلفاتهم كثيرة يعني قليلة مؤلفاتهم منها الماء مسألة التي صححها سيد المرتضى رضوان الله عليه في كتابه الناصريات هذا الناصريات سماه هذا استنادا إلى هذا الناصر الكبير وعنده كتابان في الإمامة أيضا تقول الرواية أولادهم مساجد ثلاث سنوات من حكم آل محمد شفشيزه وبعد مؤمام معصوم ولد من أولاد الإمام زين ومنهم زيد الشهيد أيضا من أولاد زين العابدين هذا عالم وحاكم وهذا قائد وزعيم زيد الشهيد اللي ولد في سنة ثمانية وسبعين للهجرة واستشهد على يد هشام بن عبد الملك صلب بعد أن استشهد صلب رأسه مد على باب دمشق ثم أرسل إلى المدينة رأسه بعد أن ثار لأن ثار على بن عمية نصب رأسه عند قبر النبي يوم وليلة ثم أرسل رأسه إلى مصر دواعي سياسية وراءها موشك لإعتباط لما هلك هشام الوليد ابن يزيد اتولى الحكم أصدر حكما إلى حاكم الكوفة يأمره أن يحرق جسد زيد يعني كان الرأس يطوفون به بس جسده كان مصلوبا في الكوفة فأخذه وأحرقه وذراه لكي لا يبقى له قبر هذا لأن بنو أمي صار عندهم تجربة من قبر الحسين صلى الله كان كان أفضل أخوته بعد الإمام الباقر زيد الشهيد وكان عابدا ورعا فقيها سخيا شجاعا ظهر بالسيف يأمر بالمعروف ويطلب بثأر الحسين صلى الله لذلك قسوا فيه بنو أمي كان الناس هم يسمونه حليف القرآن ولقيامه بالسيف ظن بعض الشيعة أنه الإمام بعد الإمام زين العابدين سووا لهم فرد شرخ بهذه الشبهة وتصوروا بأن زيد يدعو لنفسه مع أن زيد ما كان يدعو لنفسه كان يدعو لآل محمد عليهم السلام لذلك الإمام الصادق صلوات الله عليه له أكثر من شهادة في حقه منها هذه لما بلغه خبر شهادة زيد قال نعم العم إن عمي كان رجلا لدنيانا وآخرتنا يعني هذا تصريح كامل بأنه نهضته بالتمام والكمال مضى وإن ذو لأ عمة الدنيا هكذا يصنع بهذه الأسماء أو ما كان يسم هناك تحريف صاير في التاريخ هذا على نحو الموجبة الجسئية وتفصيلها في غير وقت قال قال عنه الشيخ المفيد كان فاضلا هذا عمر الأشرف جليلا فقيه ولي صدقات النبي وصدقات أمير المؤمنين يعني الأوقاف مقصود به وكان ورعا سخيا عالما في دولة بني أمية وبني العباس يعني في كل الدولتين كان معروف وبالعلم والفقاه توفي في سنة خمسة وستين للهجرة ومنهم عبد الله عفوا توفي وهو في سن خمسة وستين ليس في سنة خمسة وستين اشتبهت ومنهم عبد الله هذا الرجل كان من المحدثين والرواة المهمين روى عن آبائه عن رسول الله أخبارا كثيرة وحدث الناس عنه وحملوا عنه الآثار هذا واحد من رجال بني هاشم الذي كان مصدرا للعلم والرواية وكان معروفا بثلاث الحسن والجمال والبهاء إذا الناس يشوفوه ينبهرون بجماله مما رواه عن أبيه زين العابدين هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن البخيل كل البخيل يعني إذا تريد تلخص البخيل بشي الذي إذا ذكرت عنده فلم يصلي عليه الله يصلي على محمد راسي محمد وعن أبي الجارود ابن المنذر قال قلت لأبي جعفر الباقر أي أخوانك أحب إليك ودعش أخ فقال أما عبد الله فهو يدي التي بها أحمل وأما عمر فهو عين التي بها أراه هذا جواب من الإمام هواي بحكمها جايعين وظائفهم دورهم شنو واحد يدي التي أحمل يعني منفذ واحد عين التي يا وأما زيد فهو لسان الذي أنطق به يعني منهجه منهجي قوله قول قد أكو معارف في هذه الروايات مستودعة تحتاج إلى تأمل لما أدرك بن أمي أن الإمام يعمل في تقوية الدين ونصرة الحق خافوه على ملكهم صار يهددهم الإمام فدبروا لقتله غيلة بالسم بعد بالسيف ما كانوا يقدرون كل السلاطين بالسيف ما كانوا يقدرون يقتلون أهل البيئة قضية شهادة سيد الشهداء صارت فرد در حصين لآله محمد عليه السلام فقاموا بالغدر بالسم يستخدمون وكان ذلك في حكومة الوليد بن عبد الملك طبعا الأخبار اختلفتهم بعضها يقول الوليد هو الذي قتله بعضهم يقول هشام هو الذي قتله بالمحصنة كلاهما شريك في قتل الإمام في عام خمسة وتسعين للحجرة ورد أنه في وقت الاحتضار أوصى أولاده بجملة من الوصايا أنا أذكر وصية واحدة فقط لأنها مختصرة ومفيدة هذه الوصية يرويها الشيخ الكليني عن الإمام الباقر أنه قال لما حضر علي بن الحسين الوفاة ضمني إلى صدره ثم قال يا بني هذا يوصي إماما معصوم يوصي إماما معصوما أنا وأنتو شنو يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي عليه السلام يعني هذه هم وصية الحسين لزين العبد ومما ذكر من وصايا هاي الوصية يا بني إياك وظلما لا يجد عليك ناصرا إلا الله هاي تنطبق في كل جوانب المشتم حتى تشن بالبيت مشمولة بهذا الإعيال وحتى تشن حين ما تتعامل مع الإعيال هاي الزوايا تنطبق كل مظلوم لا يجد ناصرا على ظالمه إلا الله لازم يحذر من عنده الأب مع أولاده رب العمل مع أماله الطبيب مع مرضاه الشرط مع أسراء السجان مع سجينه الحاكم مع محكم القاضي مع من يأتيه للقضاء كل صاحب الملك مع المستأجر ما كوا استثناء ترى لن الصور الإحشايات بالسماء مكتوبة بالنجوم ما تخصنا إمام معصوم يوصي إمام معصوم بهذا وهو هم يقول عن أبي هاي الوصي يعني جد إلها أهمية هذه القضية بحيث معصوم عن معصوم يرويها الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول مما أوصى به أيضا الإمام زين العابدين أوصى الباقر بناقته التي كان يحج عليها في طعامها وسقائها عشرين سنة الإمام حج على هذه الناقة شوفوا وفاء إمامكم مشكلة عظيم حتى بالحيوان الذي يكون معه الروايات تقول ما ضربها بسوط أبدا فلما احتضر أوصى الإمام الباقر بهذه الناقة مثل هي ناقة مصاحبة لولي الله هو الجمل بالأصل فرد حيوان حساس يفهم يدرك فكيف إذا يعاصر إمام معصوم لاحظوا الموقف الذي اتخذته هذه الناقة الموقف مفصل أنا فقط منه شاهد واحد أذكر لما رحل الإمام خرجت هذه الناقة من مكانها وأتت إلى قبره إلى قبر الإمام فضربت بجيرانها يعني هذا تحت العنق يسموه جيران للداب ضربت بجيرانها ورغت وهملت عيناها ونفقت شوف الإحسان وال وال معاملة الحسنة بالحيوان شنو تسوي فكيف بالإنسان الذي يتعامل بالإحسان الرواية الأخيرة عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال عند وفاته الحمد لله الذي صدقنا وعده يعني كل إمام عند وفاته ورحلته من الدنيا عند كلام أمير المؤمنين مثلا قال فزت ورب الكافة سيد الشهداء عند كلام دعاء عظيم عنده الإمام هذا عن الإمام زين العابدين الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ثم توفيه قال هذا الكلام ثم رحل من الدنيا الروايات الروايات تقول ضجت المدينة بالبكاء والنحيب واشترك في متابعة جنازته حتى الفجار الأخيار والفجار النساء والصغار والكبار يعني كل الناس كانت محبوبية الإمام في قلوبهم ودفنوه عند البقي عند عمه الإمام الحسن صلوات الله عليه مضى لربه شهيدا مظلوما ولقاتله الخزي والعار في الدنيا وفي الآخر نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاع لهم والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين هذا نداء القلب من زين العباد يهديك للتقوى ومنهاج الرشاد خذ منه برهانا وعلما زاكيان تحيا به حرا إلى يوم المعاة ترجمة نانسي قنقر